علامات التذمر بادية على وجهه فبعد ساعة من الوقوف في طابور الانتظار أمام محطة التزود بوقود المركبات في مدينة الموصلة استطاع العام نافع أن يحصل على ما يكفي لملء خزان سيارته ومع تصاعد الأزمة ارتهت السلطات أن تعود للنظام الزوجي والفردي المثير للجدل فجوم الشوارع والله مو مثل كل يوم وهذه حالة مع الزوجي فردي وإحنا ببلد نفطي شنو الزوجي والفردي هاي كلها والله ما بها داعي يعني احنا وين عايشين؟ عايشين بالعراق العظيم عايشين بالموصل الحدباء الحلوة الطيبة أم الربيعين وإحنا وقعين بالحالة هذه شنو السبب ليش؟ والله ما نفتل وقوع محافظة نينو كمفترق طرق بين محافظة إقليم كردستان القريبة وموقعها جغرافيا كممر بين المحافظات الجنوبية مع المحافظات الشمالية وتركية ساهم بزيادة الضغط على محطات التعبئة محافظة نينوى تقول إن حصة نينوى من الوقود محدودة من قبل وزارة النفط حل نهاي متعلق بوزارة النفط وبالحكومة المركزية لأن هذه الحصص هي مركزية من وزارة النفط أيضا نحن نفكر حاليا أنه يتم توزيع الوقود على أساس البطاقة التموينية وبطاقة السكن المنتجات النفطية في نينوى أكدت للحرة استرجاعها حصة نينوى كاملة بواقع مليونين وأربعمائة ألف لتر يوميا وأعدت أسباب الأزمة لانخفاض أسعار الوقود في نينوى عن محافظات إقليم كردستان المجاورة ما يغري مستهلكي تلك المحافظات بالتزود من وقود نينوى نحن اليوم لدينا آلية محكمة ومراقبة في كافة منافذنا التوزيعية لدينا الإجنال الإشراف لدينا هناك جهد للتفتيش الذي يحدث ما بين الحين والآخر نتيجة ارتفاع الأسعار التي ذكرتها في المحافظات المجاورة هناك يحدث زخم على محطات التعبية من خلال السيارات الوافدة إلى المحافظة ومركز مدينة الموصل وعلى الرغم من يعادة تأهيل محطات تعبية الوقود جميعها إلا أن العديد منها ما زالت مغلقة خصوصاً المحطات الأهلية واستشكوك بحدوث تهريب للبنزين من هذه المحطات أزمة نقص وقود متواصلة منذ أربع سنوات في الموصل تتواصل معها وعود السلطات باتخاذ الآليات الكفيلة بحل الأزمة لكن لا شيء على أرض الواقع سوى الطوابير الطويلة عند محطات التزود بالوقود هيث محمد الحرة الموصل